اشتركوا في القناة وهو بذلك حجة يجب العمل به ولا تجوز مخالفته وقد استدل العلماء على حجية الإجماع بنصوص شرعية إذن يعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر تشريع الإسلامية أولا القرآن ثانيا السنة النبوية الشريفة ثالثا الإجماع وهو حجة يجب تابعوا كلمة يجب يعني مخالفته تستوجب أنه يعني معصية أو خروج عن الطاعة وبذلك أنه حجة يجب العمل به ولا تجوز مخالفته وقد استدل العلماء على حجية الإجماع بنصوص شرعية أولا من القرآن قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إذن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم أي من يخالف كلمة المسلمين نوله ما تولى ونصله جهنم هذه الآية دليل من القرآن على وجوب العمل بالإجماع على وجوب العمل بالإجماع أيضا دليل من السنة الكثير من الأحاديث الشريفة منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة إذن أدلة حجية الإجماع قلنا الإجماع هو المصدر التشريع الثالث في الإسلام وهو حج يجب العمل بها ولا يجوز مخالفتها والدليل كما ذكرنا من القرآن قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وأيضا من السنة بجملة من الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ما هي أنواع الإجماع؟ للإجماع نوعين النوع الأول يسمى إجماع صريح قال وهو ما صرح فيه جميع المجتهدين باتفاقهم على حكم من الأحكام اتفقوا الجميع وصرحوا بذلك يعني مثلا صوتوا على أمر فالجميع قال نعم أو الجميع قال لا وصرحوا بذلك صراحة والإجماع الصريح قطعي يجب العمل به ولا يجوز لأحد مخالفته يعني إذا وجد الإجماع يعمل به كما يعمل بدليل من القرآن أو بدليل من السنة تمام؟ إذن الإجماع الصريح ما صرح فيه جميع المجتهدين باتفاقهم على حكم من الأحكام والإجماع الصريح قطعي يجب العمل به إذن كلمة صريح الجميع صرح بالموافقة أو بالرفض والإجماع قطعي إجماع الصريح قطعي يجب العمل به أما الإجماع السكوتي قال وهو أن يصرح البعض برأي ويسكت الباقي الباقون المعاصرون لهم بعد اطلاعهم على هذا الرأي وعلمهم به من غير إنكار يعني على سبيل المثال صرح عدد من العلماء بالموافقة على حكم شرعي أو برفض أمر فجاء العلماء من بعدهم سكتوا عن هذا الإجماع فلم ينكروا ذلك فيسمى إجماعا سكوتيا والإجماع السكوتي هو ظني أي يعني وقد عده العلماء إجماعا وبعضهم الآخر لم يعده إجماع ما الفرق بين كلمة قطعي وظني قطعي أي أنه إذا ذكر كأنك يعني حجته كحجة القرآن الكريم وبالتالي يجوز الاستشهاد به في أمور العقيدة في الأمور الحساسة في أمور الدين أما في الإجماع السكوتي ظني أنه لا يعتد به في الأمور العقدية في العقيدة ولكن يعتد به في كثير من الأمور الفقية وغيرها إذن إجماع صريح ما صرح فيه المشتهدون باتفاقهم على حكم من الأحكام والإجماع الصريح قطعي وهناك إجماع سكوتي وأن يصرح البعض من المشتهدين برأيه ويسكت الباقي المعاصر لهم بعد اطلاعهم على هذا الرأيه يعني على سبيل المثال في نفس كلمة معاصر أي أنهم في نفس الزمان يعني على سبيل المثال اجتمع مشتهدون فصرح بعضهم ليس جميعهم يعني على سبيل المثال لو كان الاجتماع عشرة فصرح على سبيل المثال خمسة قالوا بالموافقة وخمسة آخرون سكتوا ولم ينكروا فيعد هذا يسمى اجتماعا سكوتيا والحجة فيه ظنية إذن هذه أنواع الإجماع الإجماع في عهد الصحابة وفي عهد يعني انعقد الإجماع في عهدهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد أمثلة كثيرة من ذلك منها أجمع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد هل ورد في القرآن الكريم آية تأمرهم بأن يجمعوهم في مصحف واحد أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع العلماء وقرروا جمع القرآن في مصحف واحد وهذا يسمى إجماع أيضا إجماعهم على أن الصلاة لا تسقط وأنها تؤدى في أوقات على حسب طاقة المرء من قيام أو جلوس أو الطجاع وكيف ما أمكنه يعني على سبيل المثال الواحد مريض على فراشه نقول هل تسقط الصلاة؟ لا تسقط الصلاة أجمعوا على أن الصلاة لا تسقط ولكن يؤديها بالوضعية التي هو فيها نائما جالسا متجعا أيضا أجمعوا على أن من أفطر في سفر أو مرض عليه قضاء أيام عدد ما أفطر يعني إذا شخص أفطر وهو مسافر يقضي ما أفطر هذا إجماع وأيضا إجماعهم على أن البراء من الدين لا يعد زكا يعني لو أن لك على شخص دين تمام؟ لك عنده مبلغ وجاء وقت الزكا فقلت له هذا المبلغ الذي عندك أبقي عندك فهو زكاة لك هذا يعني لا يعد زكا لماذا؟ لأن إخراج الزكا لا بد فيه من نية عند الإخراج وبالتالي أجمعوا على أنه ليس زكا وأيضا أجمعوا على توريث الجدة في حال عدم وجود أم يعني الأم التوفية والجدة ليست حي على قيد الحياة ماذا نفعل؟ تورث الجدة كأنها الأم هذا أيضا إجماع لعلماء المسلمين إذن هذا أو إجماع الصحابة الكرام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن نافذة على الاجتهاد عند المعاصرين نافذة على الاجتهاد عند المعاصرين إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية أي في العصر الحديث قرر بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية يعني أن يجمعوا أموال الزكاة ويفتحواها سبيل المثال معمل يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة يعني عندما ينتهي المشروع هذا المشروع يملك لمن للذين أرادوا أو لمن كان هذا المال سيدفع له من الفقراء أو المساكين على أن تكون بعد تلبيت الحاجة الماسة الفورية للمستحقين يعني أول شيء بيشوفوا الحاجة الرئيسية بيؤدوها وبعدها يقوم بفتح مشروع استثماري لصالح هؤلاء المستحقين أو الفقراء الفقرة الأخيرة حيوية الإجماء يطفي الإجماع على الأمة روحا وتجددا ويتيح المجال لكل مجتهد في الأمة ليبدي رأيه في أمورها ويسهم بما أنعم الله عز وجل عليه يعني وفي إرشاد الأمة إلى الخير ويتيح الفرصة أيضا لاجتماع القلوب على الشريعة الإسلامية ودعم وحدة الأمة وتماسكها والدفاع عنها يعني الإجماع يجعل الدين ليس حجرا وليس يعني محشورا في زاوية ولكن يفتح المجال الاجتهادي والإفتاء في القضايا الجديدة فهو حيوي يطفي هذه الصفة الجميلة على شرعنا الحنيف إذن تكلمنا عن المصدر الثالث من صادر التشريع الإسلامي تكلمنا عن تعريف الإجماع وعن شروط الإجماع وعن أنواع الإجماع وعن حيوي الإجماع بارك الله بكم أعزائنا الطلاب